اهلا مرحبا بكم من جديد في قناتكم crypto.net.bitcoin قناة متخصصات في سوء العملات الرقمية وكيفية الربح منها لو اول مرة بتشاهد القناة نرجو تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة والاشتراك في قناة التليجرام الخاصة بالمداروات المجانية والتي تستطيع من خلالها الوصول لكافة المعلومات بشكل أسرع بكتير من اليوتيوب وتقدر تضيف كافة وسائل التواصل اجتماعي الخاصة بنا والنهاردة عايزين نتكلم مع بعض في جلسة سهلة بسيطة عن البيتكوين وعلاقته والصين والمشاكل اللي بتعملها دايما معنا وايه هي الاتجاهات اللي مفروض رايحين فيها بإذن الله محتاجين ان انت تجيب كوباية القهوة بتاعتك وتعود وتركز معايا وتسمع ايه اللي بيدور في السوق من حواليك عشان تتجنب اي بيع بخصارة واي مشكلة ممكن تتعرض فيها في سوق العملات الرقمية وتأكد ان النصايح اللي هتاخدها النهاردة هتكون نصايح مهمة جدا تقدر تستفيد بها بشكل دايم بإذن الله في هذا السوق اللي كله مخاطرة كريبتو دوت نت بتكون عالمك نحو احتراف العملات الرقمية ايه اللي بيحصل من الصين في السنة وعشرين وواحد وعشرين وايه اللي الصين محتاجة مننا ويكون اتجاهاتنا فين بسبب المشاكل اللي بتعملها لنا كل شوية عشان نقدر نتكلم عايزين نعرف حاجات مهمة احنا في الماركت كاب بتاعنا اصبحنا 12137 عملة رقمية في السوق هنا الماركت كاب لو جينا نبص عليه هنلاحظ ان احنا كنا وصلنا ل2 تريليون 380 مليار دلوقتي اصبحنا 1 تريليون 907 مليار يعني نزلنا وده حاجة مقدية للهبوط اللي احنا موجودين فيه وخروج رأس مال عايزين نقدر نقف هنا نيجي نشوف التعاملات اليومية دخلنا في 126 مليار 525 مليون نشوف الاستحواز وهو ده المهم رغم الهبوط اللي احنا فيه فنسبة الاستحواز الخاصة بالبيتكوين زادت بعد 42.1 مع ان نسبة الاستحواز الخاصة بالإيثيريا مقلت واصبحت 18.1 وفي الحالة دي اول اعلان دايما بتشوفه معنا على الكون ماركت كاب هو شاينة بنك والاسباب والمشاكل اللي عملته لنا ايه الصين الصين بتعمل معانا ليه كده هو ده السبب اللي احنا عايزين نعرفه ليه دايما لما بنبدأ ناخد خط إيجابي بيرجع علينا بخط سلبي ليه دايما بيحصل معانا ده دي نوات مهمة عايزين نقدر نعرفها لما نقدر نوصل ليه البيتكوين ونقدر نتكلم ونعرف ان الصين كان بتحول تاخدنا في البير ماركت قبل كده وانا تذكر مع بعض بالراحة البير ماركت ده لما حصل عندنا ضربة كلنا فاكرينها في العملات الرقمية لو فاكرين بالطبع دخلنا وقالت ان هي هتوقف كافة التعدين وسائل التعدين والمزارع الموجودة في الصين واللي ما يعرفش الصين من أكبر وأهم الأماكن كانت المدعمة لعملة البيتكوين في عملية المزارع وتعتبر انها قليلة في المحاسبات اللي هي الخاصة بالطاقة الكهربية وكانت تعتبر مكان واعد وفعلي اول لما حصلت المشكلة دي ادى هبوط كبير جدا بالبيتكوين وأنا بتكلم بس على مشاكل السنة دي بس اللي جاء لنا من الصين اوكي مش أتكلم على بعد من السنة دي يعني فابنتكلم انه ادى ده لهبوط حاجة اسمها الهاشرايت لأدنى مستوى وعلى مقابل هبوط الهاش ريت معنا أصبح معنا مشكلة بتواجهنا وهي هبوط البيتكوين نفسه تمام طيب في الحالة دي قلنا ما نخافش احنا مش رايحين بير ماركت ولا رايحين اي حاجة نهدى وصلنا حقيقة لأرقام 28 ألف وصلنا لأرقام تانية خالص ولكن الهدوء اللي قدر يستفيد بيه إخواتي وإخواتي اللي قدرت تدعم طبع الحمد لله قدرنا ندعم ونقف ونستمر في عملية الشراء والتدعيم ده قدى بينا ان احنا بدأنا نتحرك في صعود تاني جيد الصعود ده خدنا وروحنا فيه لمناطق جيدة كانت المناطق الجيدة دي زي ما احنا نشوف حاليا على الشرط معانا اوكي احنا وصلنا بالمناطق دي عند يعتبر بنتكلم هقول لكم مثلا ان احنا وصلنا لحوالي الـ 28000 سما خدنا الارتفاع بتاعنا ورجعنا لغاية الثلاثة وخمسين الف دولار شو ده اللي حصل هو ده اللي حصل بالطبع طيب ايه اللي حصل بعد كده تعالوا نشوف التاريخ معنا بيقول ايه مع الصين ومع البجوين بنبص هنا ان احنا بعد ما وصلنا للـ 52 وجهتنا مشكلة مشكلة دي كانت بيع شديد جدا من الحتان وجني ارباح وقدرنا نوصل لغاية الـ 42000 دولار ولكن ارتدت الشمعة سريعا لغاية الـ 47000 وبدأت تعطينا بعض من الطمأنينة وبدأنا نطلع ونوصل لارقام جيدة لغاية لما وصلنا للـ 48 واربعين كمان بعد كده نزلنا تمام زي ما انتم شايفين كده بالزبط وصلنا للـ 39600 عدلنا وخدنا الشمعة اللي احنا خدناها هنا وخلاص كنا في اتجاهنا للشعود عامدال 45 راح تطلع الصين مبارح بقرار تاني من البنك المركزي او البنك الصيني الشعبي يعني مش البنك المركزي بنك الصيني الشعبي زي ما هم بيقولوا وطلع قرار مع مجموعة من المؤسسات الحكومية في الصين بينهم ما بياخدوا اجراءاتهم الصارمة في إلغاء كافة المنصات اللي من خلالها تقدر تشتري وبيع البيتكوين تقدر تلغي حاجات كتير جدا من طريقة البيع والشراء والمعاملات اللي هي الخاصة بالبيتكوين وهتعمل إجراءات صارمة في هذا الموضوع الصين لما عرفت إنها فشلت في إنها تقضنا لبير ماركت ولو رجعنا الورا كده هوريك هول بير ماركت كان جاي فين أهو البير ماركت بتاعنا ده لما وصلنا هنا للـ 28 ألف دار أوكي لما فشلت وهناخد حتى أنا أخدها على شمع أكبر عشان يبقى معنا الويكلي الويكلي كده يبقى أوضح بكتير التسببات لما وصلنا لغاية هنا 28 ألف فشلت الصين بكل اللي حاولت تعمله إنها تخلينا نخش في بير ماركت وأصبح الهاش ريت بيرتفع زي ما تشوفتو ارتفع 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 لغاية لما وصلنا وبدأنا نوصل للـ 53 مع الأحداث الكتيرة في جنيا الأرباح مع كل الكلام ده مع خروق كمية من السوق حاولت الصين في النقطة دي بالزبط إنها تكمل على البيتكوين ولكن لازالت بيتكوين مستقر وخد الصدمة وبنقول يا جماعة إن الكراش اللي حصل ده هيكون آخر كراش طب هي الصين بتعمل دي كده هل الصين أصدرت القرار ده بعدما الفيدرالي قبلها بيوم أصدر قرار وكان كله صائب في اتجاه سوق العملات الرقمية واتجاه الأسهم الأمريكية هل هما بيدربوا مع بعض في المصالح اللي من خلالها بيدرب بي يعني سوق العملات الرقمية حقيقة جماعة البيتكوين من أول يعني عشرين واحد وعشرين من أول إبريل وهو بياخد في ضربات الضربات دي لو كان البيتكوين أو كان السوق بتاعنا سوق هاش كان اتقصر من زمان وكان انتهى وراح وده بيدل على حاجات معينة إن المستقبل هو في السوق ده لو عايز تكسب لو عايز تنجح بفضل الله هو السوق ده لو بتدور على الصراء هو السوق ده لو بتدور إنك تكون شخص غير معتاد هو السوق ده كن دائما الملفت الذي لا يلتفت افتكروا نصيحة دي جميل جدا 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 في السوق ده كن دائما الملفت الذي لا يلتفت تاني هقول لكم الدعم الصبر وإن انت تبقى عندك معرفة جيدة باختيار العملات ما تجريش وراي عملة وتلاقيها طلعة ونزلة ولما تطلع تبيع وتنزل ما فيش الكلام ده لازم تقفى فاهم انت ماشي في السوق ده ازاي واعرف إن ممكن تكون دي آخر فرصة في حياتك تقدر تلاقي فيها البيتكوين بال40 ألف دولار الصين تخسر وتأكدوا إن أي حد بيقف في مقابل البيتكوين مهما كانت قوة عظمة وقوة اقتصادية وكل الكلام ده تأكدوا إن في الآخر هو اللي هيخسر ويلف ويرجع تاني بقرارات تانية تحايل لما يشوف إن البيتكوين هو الاتجاه السليم إن يرجع يمسك فيه زي ما بتحاول دلوقتي أمريكا تعمل زي ما بتحاول معظم الدول تعمل تمام فيه رجال أعمال وناس كبيرة جدا في الأسواق دي يا جماعة ومش هتقبل دحاجات واتجاهات تانية السوق والعالم تغير لازم تكون مواكب لهذا التغيير الصين بتخسر في التحدي والورقة الجديدة الأخيرة الهزيلة اللي تلعب بيها تخسر أمام البيتكوين وهو ده اللي هنشوفه في الأيام اللي جاية بإذن الله نصيحة ما تبيعش أي حاجة بخسارة نصيحة دعم نصيحة لو ما تقدرش الدعم اقفل المحفظة وانسى أنه عندك محفظة عشان ما يجي لكش التراب نصيحة لو عندك وعايز تخش السوق أنت في مكان جيد جدا 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 للدخول هتخش معاك 6000 يورو أو أكتر تواصل عن طريق رقم اللي في الواتس وتفضل ممكن تتخش معانا في إدارة المحافظ البي اي بي عن بوع معاك أقل من كده نتشرب بيك تكون موجود معانا في التليجرام بنزل بعض المضاربات أيضا هناك المجانية حضرتك عندك أي مشكلة ما بتقدرش تمسك أعصابك ما بتقدرش أنك تتحمل الضغط فتأكد أن السوق ده مش السوق بتاعك كده أعتقد أن معلومات البسيطة عن قصة الصين قلناها مش محتاجين نطول في حاجة ملهاش أي قيمة بالنسبة لنا حاليا خلاص لأن السوق أوتوماتيك هيرد ويرجع لوحده وإحنا منتظرين لهذا الرد إحنا عايزين ستمبر يقفل عندنا أعلى 43 بإذن الله لأن بإذن الله في أواخر أكتوبر هنوصل لل 63 ألف وبإذن الله على نوفمبر على التحليلات اللي موجودة أمامنا نقدر نوصل بإذن الله لل 93 ألف دولار و94 ألف وفي ديسمبر ممكن نوصل لل 100 ألف لما فوق خليكم ركزين اللي ما يقدرش يبقى معابك كوين يبقى مع إيسيريام بعد إذنكم اللي ما يقدرش على الإيسيريام يقدر يكون معا BNB اللي ما يقدرش يبقى معا BNB يحاول يشوف إيه أهم العملات اللي موجودة في السوق ممكن تدعمه مع رجوع البروان اللي إحنا فيه حاليا ويقدر يجني فيه أرباح وتقدر تغير حياتك في إيدك إنك تغير حياتك لو أنت عايز تعمل ده وفي إيدك إنك تخليك موظف عادي أو شخص بيدور على مرتب بتاعه أو أي مهنة بسيطة أنت قاعد فيها وبتتفرج على العالم وبتغير من حواليك وإنت لازلت في آخر العالم أتمنى لكل التوفيق دمتم في رعاية الله وأمنه تحياتي ليكم من قناتكم كريبتو دوت نيت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سؤال عملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته